احترق مستشفى جزان العام وفضت ارواح المرضى الذين جاءوا بحثا عن العلاج فوجدوا انفسهم بين النيران ونجى منهم من نجى لتخلف الحادثة 148 متوفا ومصابا ولتفتح الكارثة ابواب التساؤلات على مصرعيها في كل الاتجاهات برضو نبدأ معك يا أستاذ محمد لأنه للأمانة يعني لا يفتح في الصحة وأنت بيننا ايش اللي قاعد يحدث لماذا تتكرر مثل هذه الحوادث والله شوف أستاذ ريس وليهنون الأخوان يعني أنا عمري يعني 35 سنة حضرت الحقيقة عدة كلمات لمسؤولين وزراء ايه في حفل افتتاح في وضع حجر تستقصد 35 مش عمرك لا لا 35 اللي بدأت فيها اي 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 خبر اللذين لا خبر العملي في مناسبات عدة يفضرها ولي الأمر سواء الملك أو غيرها من وليات الأمر القياد دائما الحديث الوزراء عن إنجازات وعملنا 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 ما قد سمعت وزير جاء وقال والله ترى عندي الصعوبات الفلانية عندي النقص الفلاني سيحدث كذا إذا لم يوفر لي كذا كذا في خطابة كلها كليشة وحدة تتحدث عن الإنجازات وهذه عندنا علة كبرى أنا أتمنى أتمنى من القيادة لا تصدقه لأن أنا شخصيا كنا نحظر ونسمع ونعرف أنه ما يقال غير صحيح في مجال الصحي تحديده ومجالات أخرى هذا جاني فأرجو يعني أنه هذا الأمر يوقف تصديقه على الأقل الشيء الثاني في حادث الجزان كذبة اجتياز اللجنة الدولية المشتركة الجي سي آر هذه أنا حذرت منها كثير اللي هي إيش هذه ما فهمت مدفوعة الثمن يعني شركة تأخذ منك فلوس وقبل ما تيجي تعطيك كله لازم تجهز لها وصراحة تستنفر بعض الجهات تستنفر أشياء مؤقتة مؤقتة تماما زي ما تزبط أنت هدية بورق ما يقعد ساعتين إلا هو منتهي وبعد أن يطلع لك الوزير يقول حصل اعتراف للمستشفيات من ضمنها مستشفيات جيزان فقالوا أنه اعتمدت الجي سي آي وحصلنا على اعتماد ويفاخرون بها عند ولاة الأمر وهو أمر أول شيء غير صحيح لا يدل على وجود إجراءات سليمة أو تحقيق العناصر اللي الجي سي آي تدعي أنها تراجح حفرق محمد الجي سي آي هذه ما هي محايدة لا لا هي مؤسسة في غير ها السباهي اللي هو عادي يعني سعودية طبعا سباهي اختصار لسعودي سنترال بورد اختصار لسعودي هذا آخر هذا مشكلته المشكلة الثانية أنه أصلا مرتبط بالوزير مرتبط مجلس الخدمات الصحية اللي يرأسها الوزير فبالتالي اللي حدد ونشر التسابق اليوم أنه في 2013 سقط مستشفى جيزان العام في سباهي ورفض أنه ينشر الشي هذا حتى سباهي اليوم سباهي سحبت تغريدتها في الموضوع نقطة مهمة أخرى نتمنى الدفاع المدني يجامل كثيرا في زياراته للمؤسسات الحكومية والسبب أيضا أنه هذه دريس حنن تكلم عن وطن لازم تكون صريحية فمرة المناطق يجب أن يرفعوا أيديهم عن السيطرة على فروع الوزارات والجهات الخدمية يعني ما تجي تقول للدفاع المدني لا تنتقد وزارة الصحة لا تقول أن مستشفى جيزان فيه كذا وكذا وكذا فبالتالي هذا مهم مهمة أمير المنطقة ولا محافظة المنطقة يفرض أن يرفع أيديهم عنها إذا أرادنا أن المستشفيات تؤدي والدفاع المدني يقوم بدورها الصحية يعني كيف مخارج مربوطة هذا منطق الحي طيب كيف يا دكتور عبد الرحمن بالفعل يعني إحنا الدفاع المدني أنا مع الدفاع المدني أنه دائما يوفر الاشتراطات الأمنية ويلزم بتنفيذها لكن مشكلة يتجاوزون بعضهم مثلا يمكن وزير الصحة يقول خلص شغل مستشفى الأمر الآخر أنه إذا كان مدير الشؤون صحية أو مدير مستشفى سلسل باب الطوارئ هذي مشكلة يا أخي إذا والذي معهم مفتيح غير موجود فيك يعني أولا يعني خلونا برضو يعني نعزي أهالي الضحايا الله يرحمهم الله يرحمهم وندعو للمصابين بالشفاء أنا أخشى نعزي كثير يعني نفسنا أيضا يعني لأنها كارثة يعني هي إشكالية الآن أنا أعتقد أن الدفاع المدني قام بما عليه لأن تقارير الدفاع المدني إنه أوضح إنه فيه مشاكل في هذه المسألة وكل أمل أن نستفيد يعني الدول الرشيدة والقرار الحكومي الرشيد وأن يستفيد من أي كارثة تقع لتلافي وقوع أشياء مماثلة وإلا نحصر تفكيرنا أيضا في المستشفيات يعني بعد كارثة مثلا مدرسة البنات في مكة في سنة من السنوات كنا نتكلم عن المدارس الآن المدارس عندها نفس المشكلة خاصة المستاجرة لا مخارط طوارئ ولا تطفى حريق ولا أجهزة إنذار ولا أشياء ومع ذلك يعني هناك سكوت فمن المسؤول يعني الدفاع المدني الإشكالية أنه ما عنده سلطة يعني لإيقاف شيئ ما هو فقط يكشف المخالفات ويرفعها للحاكم الإداري فلابد من تحديد المسؤولية بأن تلافي الأخطاء وتحميل المسؤول المقصر في عدم اتخاذ احتياطات السلامة يعني علينا يعني فعلا أن نستفيد منها لأن لا تقع كوارث حتى في ملاعب كرة القدم وماتن كثيرة كل أماكن التجمعات ينبغي فعلا العناية بها بشكل كبير ممتازم ممتازم أنا بس أعلك قبل قبل أنا حاس أنه في عندنا ضعف في معاقبة المسؤولين في الذين يتسببون في مثل هذه الحوادث يعني وأنا أشك أيضا أننا سنستفيد مثل ما قال الدكتور عبد الرحمن من هذا الحادث أنا متأكد للأسف حزينة أن أقول أنه سيتكرر لأنه هذا يحدث في المدارس والمستشفيات وقصور الأفراح والملاعب كم مرة قد حدثت حادثة الحرق اللي في القطيف في خيام أفراح في مدرسة البنات لما يجعون مثلا محتسبين مع أن أخش يزعل مني محمد الحيد ولا مثلا واحد يجي يسكر أبواب الطوارئ يعني هل هذا عدم شعور المسؤولية منه كأفراد إيش تعليقك أخي الكريم أنا أعتقد كل هذا الكوارث اللي فكرتها هو الكوارث التي ستأتي لي ما لم يحدث تغيير حقيقي لنقطتين مهمتين في بلادنا الأول هذه الإدارة المركزية التي يعني الوزير في الرياض مثلا وزير الصحة كل يوم أنت تشوف كله الوزراء تعاميم 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 وكلاء الوزارات هذه الإدارة المركزية هي اللي قاتلها التدمية في المملكة قاتلها تماما ولذلك أنا أختلف مع الله الحمد لله حيد لما نقول أمراء المناطق لا بالعكس أنا أرى أن نعجز صلاحيات أمراء المناطق ونعجز الإدارة المحلية يا أخي ظروف من المنطقة للمنطقة ظروف مناطقنا دقيقة دقيقة لا 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 دقيقة هذا ما قصد أنا أمراء المناطق يجب أنت تسلح أن أمراء المناطق ما يقدر ينقل مدير إدارة يقول ما يمشي ما يصلح فلابد من تعزيز الإدارة المحلية وفق هذا أنه ما يقدر ينقل بالعشف شون صحية ما يتعين إلا موافق عليها يا سيدي مستشار يعني ممكن يبدي رأي لكن ما يقدر أمير المنطقة ما عنده صلاحيات أمير المنطقة اللي وافق على مدير شون صحية يا سيدي لا هو ما يتكلمس في اللي شون صحية يعني أقصد يبدو كل اكره نظام المناطق وتعرف صلاحيات لا اكره الواقع الواقع أنا أقول لكم لا المناطق لصلاحيات لديهم إلا إن كان أحدهم يجترحها يعني واحد أمير قوي قوي وعملي وينزل زي خالد الفيصل يجترح هذا أما صلاحيات مكتوبة لهم ما فيه النقطة الأخرى إذا عززنا هذا وبعدين هذه الإدارة المركزية الكبرى في المملكة هي سبب الفساد الآن أنا بقول لك إحنا دائما نردد الدولة ما قسرت صح؟ طيب في كل مجالسنا وفي كل ونحن نعني بالدولة القيادة طيب لنفرض إنه زي ما تفضل أخي محمد إنه وزارة الصحة الوزير ما يطلع يقول أنا أنا قسرين كده وكده ناقصه ناقصه أشياء كثيرة صح؟ أنا ما بيطلع يقول ناقصه لك أنا أبيه يحسن إدارة ما تحت يديه الآن بس بس الاستثمار اللي تحت أيدينا بشكل ممتاز ودحيني يا أخي كارثة الجيزان هذه والله لا يقبلها حق ولا منطق ولا شرع ولا مجنون كل الحوادث لا لا بكات هذا هذا عقول أماس كهربائي يقتل ثلاثين مدر خمسة مدرين ومئة وسبعين مدرين مصاب شوف من البديهيات يا أخ إدليس الآن أنه أنت عندك أولا للكهربا هذه عندك احتياطات كاملة مفروض مخارج الطوارئ المفروض تفتح على طول الإطفاء المفروض تشتغل على طول بس عشان بروح للشيخ بدر حتى ترى حتى اعتراف الوزير خالد الفالح الناس طيرين فيها أنا اعتبره لا شيء لأنه أنت لما تقول أنا مخطر اعتراف فيش أني أنا مخطر يا أخي أنا أقول ما يكفي هذا اللي يقول للحيد يا أخي واضح لي أنت كيف أخطأت قل لي من اللي خذلك ومن الذي يضمن عدم التكرار لاحظة يصرقين يقول وش اللي حصل في جازان حتى ترى وانت تتكلم عن ربط المخارج صور جاية في تويتر لكن ما حتى جاء وقال والله ترى كانت مغلقة ومثلا خمسين مريض كان بإمكانهم من الخروج ما قدروا يخرجون الكارثة ما حتى تحدث عنها وهذا خطأ كبير أنا أرى أنه ما أبغى أنا خلاص خالد الفالح يعترف الأشياء أنا أرى أن خالد الفالح ومدير الشؤون الصحية ومدير المستشفى يحاكمون ليش بس يحصلوا من النعمة لا اللي قالوا لهم غربوا ليقبلوا ليقالوا الجيس رحبا جديد في المسألة ما يهمني أنا جديد السكت في 2013 على تقرير كله كله حقون هذا والوجير ومدير الشؤون الخائدة حل المفروض يحقبوه طيب أنا ترعجبني أيضا تقريد ظاهر العبدالله بخيته وذا يقول طيب يا اللي أنتو تشتكون من عدم توفر احتياطات الأمنية هل أهذه تتوفر في بيوتكم أنا اللي أريد أن أقول أنه بيوتنا شبابيك فيها عليها حديد احنا نسكن في زنازم شيخ بدر ايش تعليقك أين دور الأجهزة الرقابية في مثل هذه الحوادث والله يشوف أنا أقول أنه الإشكالية أننا ما نصح له بعد الكوارث وخاصة إذا كانت الكوارث هذه التعلق بالأرواح يعني كل جهودنا الآن في مسألة محاربة الإرهاب والوقوف في اليمن والخطط حتى نحفظ الأرواح فإذا كانت القضية قضية تزهق أرواح فلا فرق بين أن يقتل الإنسان بحملية الرهابية أو يقتل بحريق صحيح هو في نهاية المطاف زهقت روح وانتهت وهي عظيمة عند الله وعظيمة عند الناس فهذه المشكلة حصلت الكارثة ما الذي يحدث إذا حصلت الكارثة لدينا إشكالية في الإجراءات التكتيكية الوقتية الآنية دون أن يكون هناك خطط استراتيجية لمستقبل الكارثة الآن صحتنا وعتنا من نوم وكشفت عندنا خلل كبير في منظومة أمنية فيما تعلق بالقطاعات ما هو الإجراء في الحوادث الماضية؟ تجد أن الناس تتداول هذا في الإعلام لمدة شهر خمسة عشر يوم ثم يغيب في وادي النسيان وتنتهي الموضوع هذا طيب إيش المفروض لحل مثل هذا؟ دون أنتقى أول شي إلى النظر إعادة تقييم المستشفيات القديمة التي عفى عليها الدهر وانتهت صلاحيتها يعني كثير من المستشفيات الآن ليست صالحة لاستخدام الآدمي بس مستشفيات جيزان جديد يعني ما هي الإشكالية؟ لم تكن الإشكالية في الجدة لا لا أنا سأتي سأتي كان يقول باب العلاج أول شيء تقييم الوضع الذي يتجاوز مستشفيات جيزان الآن أنا مثلا لأني أنا من أهل حايل أنا أروح مثلا مستشفى حاية غير صالح على استخدام الآدمي الآن لا بد أن ينتقل منها بأسرع وقت ممكن وعندنا الآن كل منطقات من المناطق فيها ثلاث أربع مستشفيات جديدة الآن تعمر إذا ما وضعت فيها الاشتراطات والاحتياطات والنظمة الحديثة العالمية توضع بس من يطبق من يطبق هي توضع لا لا يمكن أحيانا حتى في قصور في وضعها أحيانا الأمر الثاني أنه في حدث جيزان حقيقة صار هناك عذر أقبح من ذنب لماذا سكر الباب الطوارئ؟ قالوا لأن الموظفين تسيبون والمدرى لا يستطيعون أن يراقبوهم يعني وصل الحال إلى أنه عشان تستطيع أن تضبط الموظفين في أعمالهم لا بد أن تقفل باب الطوارئ وهذا يدل على خلل في منظومة الإدارية والمراقبة الجانب الثاني أنه حقيقة نحتاج إلى نوع من التدريب تدريب الناس الذين هم في واجهة هذه الأحداث تدريب الأطباء تدريب الممرضين والمبرضات تدريب الموظفين الداخل المستشفى كيف يستطيعون التعامل هذه دورات الإخلاء هذه ضرورية حتى تقوم مقام الدفاع المدني في فترة الأولى من الإخلاءات وهذا جزء من باب التطوير أصلا لكل القطاعات لا بد أن يعاد تقييمها في هذا الباب حتى نستطيع أن نحفظ الأرواح القادمة من هذه الكوارث واضح فاصل ثم نعود إليكم ترجمة نانسي قنقر